إلى موسكو مفدتنا مونة أبو دياب مونة يعني اليوم التصريحات التي تخرج من الجانب الأمريكي حول امداد الجانب الأوكراني بأسلحة ربما تكون هجومية هذا هل تقرأه موسكو بأنه ممكن يغير اللعبة دائما قالت لا نريد تدخلا عسكريا أمريكيا أو من نيتو وهي رفضت يعني حتى نيتو قال لن يكون هناك تدخل مع مستوى هذا التفكير المتقدم في تقديم أسلحة هل يغير اللعبة باعتقادك؟ صباح الخير ماجد حتى الآن ليس هناك تعليق رسمي على آخر التصريحات الأمريكية بهذا الشأنه لكن كان هناك مواقف رسمية روسية تعليقا على ما صدر عن الجهات الغربية بأن الناتو ليس بصدد أن يكون أي صدام بين الناتو وروسيا فيما اعتبرته الخارجية الروسية إشارة إيجابية وقالت أن في ذلك إشارة إيجابية أن جهات الناتو والغرب ليس بصدد لا تفكر في مثل هذا الصدام الجهات الروسية الرسمية مقتنعة أن صداما كهذا لن يحدث وهي تعتبر ذلك إشارة إيجابية من الغرب لنعود إلى الميدان نحن في هذه الساعة في العادة ننتظر صدور النشرة الرسمية عن نزارة الدفاع الروسية ولكن حتى الآن لم تصدر هذه النشرة ولكن كان هناك إعلان قبل خمس دقائق من نزارة الدفاع الروسية أكدت فيه وصول أن القوات الروسية أوصلت ثلاثين طون من المساعدات الإنسانية إلى منطقة محيطة بمدينة خاركف عبر منطقة برغراد الحدودية من روسيا ونشرت فيديو لتلك المساعدات القوافل التي تقول روسيا أنها بصدد إيصالها إلى سكان داخل أوكرانيا في بياناتها تؤكد روسيا ردا على التصريحات الأوكرانية التي تقول أن روسيا تستدف المدنيين أنها في تلك المدنة التي تشهد قصفا خاركف ومريوبل وخيرسون وكييف أنها أمنت ممرات إنسانية وتسعى لإخراج المدنيين وأنها تقول أن كييف هي التي تمنع المدنيين من الخروج كان هناك تصريح قبل قليل أيضا للقوات دونيسك المرابطة حول مدينة مريوبل تهمت فيها سلوات أوكرانية باحتباس بحبس وعدم سماح للمدنيين بالخروج لاستخدامهم تدروع بشرية ورصاق التهمة بالجانب الروسي باستهدافهم وتقول أن المدينة قد تحولت إلى ما يجبه معسكر الاعتقال وهناك معسكر الاعتقال قهري للمدنيين داخلها نعود إلى الجانب السياسي في ظل هذا التصعيد وكل هذه الأخبار القادمة من الميدان طبعا الأنظار لا تزال تتجه إلى ما مصير المفاوضات المزمع عقدها اليوم وفق تأكيدات كانت قد صدرت عن الجانب الروسي بالأمس وعن الجانب الاوكراني ولكن هناك بعض اللغط فالجانب الروسي كان قد أكد وصول وفده إلى منطقة براديسكا بوشا وهي المنطقة التي كانت قد شهدت على توقيع اتفاق فضل الاتحاد السوفيتي وهي منطقة حدودية بين برا روسيا وبولندا ولكن كان هناك تأكيدات صدرت في صباح فجر اليوم عن الجانب الاوكراني نفت أن تكون هذه المنطقة ستشهد على المفاوضات قال الجانب الاوكراني أن المفاوضات ستعقد ولكنه نفى المنطقة التي أعلنت روسيا وجود وفدها هناك للتفاوض ماذا سنعني ذلك ربما تأخيرا أو تأجيلا إضافيا لجابة المفاوضات المرتقبة نعم ماذا طيب منافي هذا الإطار بالأمس كان هناك إعلان مزار الدفاع تناولته كثير وسائل الإعلام والأخبار أيضا عن عدد القتلى من الجانب العسكري الروسي وأيضا الجرحى وما شابه كيف ترك انطباعه هناك في روسيا هذا العدد الكبير؟ نعم أعلنت وزارة الدفاع في العادة كان ذلك ثاني إعلام من جانب وزارة الدفاع قد أعلنت قبل يومين عن سقوط عدد الضحايا بين قتلى وجرحة لكنها لم تذكر أي أرقام في إعلانها بالأمس هي أول مرة ذكرت سقوط عدد الضحايا من الجانب الروسي وفي نفس البيانات أشارت العدد الضحايا الذين سقطوا من الجانب الأوكراني كذلك بالطبع قالت أن هناك أكثر بحوالي 500 جندي قد قتلوا بينهم ضباط أيضا وفي ذلك اعتراف أن المعركة ماضية كيف تلقى الجانب الروسي شعبيا هو مدرك أن هناك ضحايا يسقطون من الطرفين وهناك رغبة في أن تتوقف هذه العمليات العسكري بأسرع وقت ممكن وهو أمر بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع بالأمس كان هناك تصريحات لوزير خارجي الأغروف الذي قال أن هناك أطراف غربية ترغب بشدة في إسقاط روسيا وأوكرانيا في مستنقع أزمة طويلة الأمد وهو أمر أشار فيه الأغروف أن أوكرانيا هي كلعبة أو ورقة يتم استغلالها من قبل الغرب لإسقاط الطرفين في أزمة طويلة الأمد وهو أمر لا ترغب فيه موسكو ولا تسمح بقبوله في موقف روسي يلوم دائما الغرب على أن كل ما يصدر من الغرب من تصريحات وعمليات تسليح مستمرة هو بمثابة الصب الزيت على نار أزمة تريد موسكو أن تتوقف إنما بسروطها هو أفق الدمانات التي تطالب بها